هلا وغلق النهاردة قد انا يوم شم النسيم شايفين دول الحبايب واقول لكوش هيعملوا في ايه عشان ما هتطلومش امشينات ما علينا اه وعلقة بعد بعد الفيديو خلق دي بقى تجهيزات تجهيزات شم النسيم بتاعتنا كان يوم جميل جدا 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 عندنا في سيخ ورنجة طبعا الفيديو اللي قابليه كانت تجهيزات داعة شم النسيم ده دي بقى عندنا جبنا الحبايب والاهل والقرايب وكل كل كل كده وجينا وجبنا بقى ده دي بص احلى حاجة فشم النسيم اكسب بالله استنوا كده استنوا ويالله ما صلى على النبي اهو الرنجة وبابا غنج والمهم من حاجات ده بقى ضفنا عليهم الشيبس بقى وانتخنات والحاجات دي ودوسنا بقى يا معلم بصوا ماقول لكوش اللي كان هيقابلنا في اليوم ده كنا هناك ضربنا في سيخ ورنجة وهات وخد وهات وخد وما رحمناش احنا ما نرحمش ولما انا الحباب والله العظيم يا ولاد قصم بالله قعدوا لما تسوى كنوز الدنيا والوقت بقى شاي العصاري آآ كنا واخدين شاي وكنا واخدين آآ حاجات كتير معانا يعني والله ما صلى على النبي آآ اهو بقول لكم ده شيء العصاري المهم ان هو كان يوم حلو جدا بصراحة لعبنا وشربنا واكلنا وزغرطنا وسقفنا وبصوا يعني احنا كنا في الارض لا حد سمعنا ولا حد شايفنا ولا حد احنا بنطلصا في اي حاجة فها فرحة بصراحة اكسن بالله بجد بجد يعني يعني بصوا بستنى اي حاجة كده اقول لعبنا كورة ولعبنا صيادين السمك احنا عندنا اتنين في البنك وعندنا صيادين السمك وعن مش عارف كل واحد على حسب المكان بقى فارق بيخش في النص وفارقين بيبقى على الطروفة كده وطبعا ما اقول لكوش بقى العظمة كبرت ومعنداش قادرين نجري وانتاني يوم قعدنا مكسحين واقسم واتنين فلترين واتنين مش عارف ايه وما اقول لكوش يعني عشان نقدر نعمل شغل البيت حاجة احنا مش قدها بس برضو صممنا نعمل يعني يوم حلو قوي حاول تفرح نفسك وتفرح اللي عواليك ايا كان الظروف اللي عندك ربنا يروى قبالك وبالنا وشفينا وشفي مرضى المسلمين الاجمعين ويوم سعيد علينا وعليكو يا رب العالمين ويا رب دايما مبسوطين وفرحانين ومتهنيين ودعوة حلوة من القلب لابقى قدها من ربنا يشفيه وعافيه ويا ريت تشوفوا الفيديو للاخر واللي شوفوا الفيديو ما ينساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس لو بتشوفوني من يوتيوب لو بتشوفوني من على الفيسبوك يا ريت وتشوفوا في قتوبة تكتب لي كومنت حلو كده بتقولي انت بتشوفوني من اي بلد الكرة هدتنا وهبطتنا وده قريبا ان احنا ما جمللاش لعب حاجة يعني لان زي ما بقول لكم العظمة كبرت واشوفكم على خير وده كان يومنا